بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم اليوم فيديو جديد حول اليوم السابع من تصحيحات البكالوريا اليوم أغلب المراكز قد بدأت في التصحيح الثاني للأوراق كيف يتم أو كيف تتم عملية تصحيح الأوراق الثانية وهي نفس العملية التي تحدث في التصحيح الأول وهي أنه كل أستاذ يأخذ يعني un group ولا un packet تعل الأوراق هذه الأوراق ما يكونوا شفاتوا عليهم من قبل يعني أوراق أخرى المفاتيشين والمنظمين تعل المؤسسة هما اللي ينظموا هذا الأمر فالأستاذ ما عليه إلا أنه يأخذ packet اللي هما يختاره له يرفده ويبدأ في نفس اللي بخوسيدور ويبدأ في التصحيح الثاني طبعا الأستاذ الأول أو الأستاذ الثاني اللي رأي صحيح ما عارفش شحال هاد الورقة الدات يعني ما فيها لا تشطيب لا أخطاء لا ما فيها شقع فيها فقط الإجابة على التلميذ تبقى ورقة كما جاءت من المؤسسة اللي فوت فيها التلميذ فيبدأ في قراءة الأجوبة على التلميذ نفسه نفس الأستاذ الآخر يأخذوا نفس النقاط يعني نفس سلم التنقيط اللي يعطوه لهم وبعدها يعني EDCD وهل هذا التلميذ يأخذ علامة كاملة ولا نصف علامة في كل تمرين هذا فيما يخص التصحيح أما النقاط يعني النقاط ما شاء الله هذا المرة يعني في مختلف المواد يعني الأستاذة رههم فرحانين بالبزاف بالتلميذ طبعا هذا لا ينفي أنه كاين بعض الأعضاء اللي مثلا دوا خمسة ستة خاصة في مادة اللغة الفرنسية والإنجليزية النقاط كانت يعني سيئة شوية باقبوغ لمادة اللغة الإسبانية اللي التلميذ يعني خدموا فيها ما شاء الله كاين اللي جابوا حتى 19 ونصف في التصحيحات الثانية وهذا شيء مبشر ومفرح جدا أما بالنسبة للغة الفرنسية فلحد الآن في التصحيحات الثانية تحصلوا على 16 في اللغة الفرنسية أعلى نقطة اللي حد الآن وكذلك في اللغة الإنجليزية تحصلوا على نقطة 17 لازم فقط ننوح لأمر معين وهو أنه مادة اللغة الفرنسية اللي بخوف يكونوا فيها استخيكت بزاف علاش؟ لأنه يعتبروا بالتلميذ ما عندهش الحق يغلط في هاد المادة وفي هاد التمارين وما عندهش الحق يدير ديزيرر كما في الأخطوغرافي كما في القرامير علاش؟ يقول لك باللي هاد التلميذ هي تهقع وهو يقرأ وهو يدرس اللغة الفرنسية من اللي كان في الإبتدائي وهو يتعلم في اللغة الفرنسية فأقل الأمور وأقل شيء إنه يكون يعرف شوية قرامير وشوية فوكابيولاغ ويعرف يعبر باللغة الفرنسية ويعرف كتباً بارغراف لهذا هما يسون تخي ستريكت مع التلميذ بغابور لزوت اللغة كما الأنغلي والفرنسي رمارك الآن يعني جميع تل أستيدارهم ستريكت لأنه الأستاد المصحح ما يقدش يتساهل ويتعاون مع التلميذ لأنه شحال ما يتساهل معاك شحال ما ما عندهش لأفونتاج هو لأنه الأستاد المصحح كذلك ما تنساوش بليحته هو إلي سو كنتخول يعني إلي كنتخولي يعني ننبورتك اللغة صغيرة أو كبيرة كانت يتحاسب عليها عليها الأستاد المصحح كذلك عنده إن جراند غيسبنسابيليتي فما يقدرش يتساهل معاك وما يقدرش يتضلمك في نفس الوقت يعني إلي أبليجي يعطيك الحق متاعك فقط ما رايح يزيد لك ما رايح ينقص لك فكما قلت في مادة اللغة الفرنسية أعلى نقطة لحد الآن في تصحيحات الثانية وصلت إلى 16 في اللغة الإنجليزية وصلت على ما أظن إلى 17 أما في اللغة الإسبانية فيعني ما شاء الله تلاميذ يعني رمجي بينها غاية الغاية كيلي وسلو حتى 19 ونص في مادة اللغة الإسبانية في تصحيحات الثانية دونك نتمنى هاد المعلومات يكونوا فادوكم سيوزاوين نمبرتكالكسيون خلوها لي في الكومنتر ترجمة نانسي قنقر